بسم الله الرحمن الرحيم ومشوار فريق الكرة في النادي الاهلي خلال الفترة الحالية استعداداً لإنهاء مسابقة الدوري مبكراً والتركيز بشكل أكبر في مباراة النهائي دوري الأبطال مستقبلاً بإذن الله طيب عموماً حلقة النهاردة هي بفاكة ولسه تفاصيل كتيرة جداً ولكن النهاردة هنتكلم على مباراة الأهلي وسراميكا وهنتكلم كمان على الوقع العمل الضقة كبيرة جداً في السوشيال ميديا بمباراة الأمس ما بين فيوتشار وإنبي في كأس مصر واللي امتدت لأكتر من حوالي ثلاث ساعات ونصف رقم قياسي يعني المباراة تخش في موسوعة جينيس للألقام القياسية وفيها تفاصيل كتيرة يعني غلباً دلوقتي المباراة بتتبحث وبتتناقش في الآيفاب لأن الفارفو مصر بصراحة بنشوف فيه حاجات غريبة ومش مفهومة في الفترة الأخيرة والقصة بالنسبة لنا زي ما قلنا احنا نتكلم لصالح التحكيم المصري فالقصة بالنسبة لها هدف أشمل وهدف أهم بالنسبة للمنظومة الرياضية والقراوية في مصر خلال الفترة اللي جاية لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة عايزة عرف توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كيليو بطرا توقعاتكم ممكن النتيجة تبقى كام وممكن مين يسجل الأهداف تقدر تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم للنتيجة وكمان من وجهة نظركم مين اللي ممكن يكون صاحب الحظ السعيد ويحرز أهداف في مباراة الانطباع الأخير قبل مباراة نهائي دور الأبطال في الفترة اللي جاية لكن نبدأ حلقتنا بأهم العنوية في ترند الأهلي تطور إيجابي لعلي لطفي وفي الترند المحلي اتحاد القرى يحقق في وقعة فيوتشار وإنبي وأخيرا بابي يحسم الجدل حول مستقفاله في باريس طيب استعرض مباراة اليوم والنهاردة بالتأكيد المباراة الأبرز والأهم وللكل هيكون بيتابعها مباراة الأهلي وسراميكا ولكن قبل هذه المباراة في مباراة أخرى في الدور المصري الساعة 7 على استاد الأسكندرية الاتحاد السكندري بيستضيف بيراميز مباراة قوي جدا ومهمة جدا وبراميز بالتأكيد بيحاول قدر الإمكان يحافظ على ترتيب مركزه في الدوري العام ثم المباراة الأهم بالتأكيد 9.5 الأهلي وسراميكا على استاد القاهرة الدولي دي أبرز مباراة اليوم ولكن بالتأكيد عندنا تفاصيل أكتر وعندنا موضوعات مهمة لكن نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع نشوف الأهلي بس لعدة زالي سراميكا وعندنا كواليس وأخبار مهمة جدا في الفقرة اللي جاية من برنامج الترنت الأهلي وسراميكا كيليو باطرة هي مباراة مهمة لتقبل القسم على اثنين محتاج تكسب أي أن كانت النتيجة أي أن كان الأداء أنت محتاج تكسب وتاخد الثلاث نقاط عشان تبدأ تستعد لموقعها ومباراة أهم بكتير خلال الفترة اللي جاية ولكن مباراة سراميكا بتاعت صعوبتها بسبب حاجات كتير قوي أولا ناس كتيرة ممكن تطرح أسئلة وتقول فيه لعيبة رياحة مباراة أمبي ولعبة مباراة طلاع الجيش وفيه لعيبة لعبة مباراة طلاع الجيش وكانت مريحة واخد أجازة في لقاء أمبي فهل مباراة سراميكا تبقى هي الفرصة الأخيرة للجهاز الفني إنه ممكن يطرح ويلعب بالتشكيلة الأساسية ده نقطة الناس بتسأل وبتتكلم فيها من مباراة أنا بطرح عليكم بس التساؤلات اللي الناس بتتكلم فيها على السوشيال ميديا النقطة التانية طب عندك إصابات وفيه فترة أنت بتدي فيها أجازة وراحل عدد من اللعيبة فهل ممكن الجهاز الفني لو ريح لاعب أو اتنين من نهاردة هل ده معناه أنه ممكن اللعيب ده مش جاهز للمباراة النهائية برضو ده نتساؤل كمان قطر الحديث في الساعات الأخيرة عن موقف علي لطفي هل ممكن يلحق النهاردة يكون موجود ولا مش موجود هل ممكن يلحق النهائي ولا لا قطر الحديث أيضا على مصطفى شبير بعد إصابته بالفراسه في المباراة أمام الطلاقع يوم الجمعة ممكن يلحق ويلعب النهاردة وهل موجود في المعسكر ولا لا حسين الشحاد قهربة بيرستاو ما كانش حسين الشحاد مثلا بيرستاو موجود في المباراة اللي فاتت هل النهاردة موجودين في القايمة وفي المعسكر ولا لا بصوا أنا بطرح عليكم كل التساؤلات اللي الجمهور بيسألها على السوشيال ميديا وكل الحاجات اللي الجمهور عايز يعرفها وكل الموضوعات اللي الناس عايزة تتكلم فيها نفس الأمر وده نقطة بقى كانت مهمة ومثار حديث السوشيال ميديا وصفحات الجماهرية للنادي الآهل مبارح بالأمس وهي تتكلم على حمد فاتحي حمد فاتحي لقدر الله في مز لا ده شد لا هيلحق النهائي لا مش هيلحق طب النهاردة موجود في مباراة سيراميكا ولا لا برضو دي من التساؤلات اللي بيطرحها الجمهور على السوشيال ميديا وبيتكلم عليها كل الردود دي أكيد عن نتكلم معاكم فيها وعن نترحها ونسألها أكيد لما نروح أكتر لفندق إقامة فريق النادي الآهل عشان نشوف من زمننا فروس اللاح كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع ولكن ماتش النهاردة أنا قلت في البداية لا يقبل القسم على 2 لأن انت 56 نقطة محتاج توصل ل 59 نقطة مش هتلعب مباراة في الدوري لسه إلا على يوم 22.6 أو 23.6 فانت في فترة اللي جاي في شهر 6 أكتر من 3 أسابيع مركز في حاجات تانية نهاء إفريقيا اللي جندة الدولية المنتخبنة الوطني كل دي نقط أكيد أنت تبقى مركز فيها ولكن الدوري لما يرجع من 22.23 أو 26 ساعتها نبدأ نحسب بقى بالورقة والألم باقي كان مباراة في الدوري واتعي بحوالي 10 مباراة هل محتاج تكسب 7 6 5 لا هتكتفي بمباراتين 3 ده هيتوقف على نتائج الفرق المنافسة بس مين الفرق المنافسة بيرامدز وفيوتشر عشان بس إيه ما نخشش في تفاصيل أكتر من كده وممكن نقول أسامي فرق تانية المنافس الحقيقي للأهل السنة دي في الدور العام في المقام الأول بيرامدز في المقام الثاني فريق فيوتشر ده مش وجهة نظر ولا كلام بقوله على الهوى كده لا دي أرقام وترتيب مباراة فتبص على بيرامدز وفيوتشر لا قريبين من الأهل في عرض النقاط ولكن عرض المباراة في صلاح الأهل أكتر فأنت وقتها أنت محتاج تكسب أكتر من مباراة الفترة الجاية عشان لما ترجع في عشرين أو اتنين وعشرين ستة تبقى القصة بالنسبة لك تلعب أول ثلاث مباراة في شهر ستة بحيث لما تروح على سبعة تبقى الأمور بالنسبة لك كفرندلي ودية بتنهي موسم بس بشكل كويس عايز تريح لعيبة أساسية عايز تعمل فترة إعداد وتتدر حط للعيبة للفترة اللي جاية عشان الموسم الجديد اللي هينطلق المفروض في شهر تمانية فيها تفاصيل كتيرة ولكن كل ده متوقف مثلا على مباراة النهاردة تكسب عشان تكمل في الصدارة زي ما حصل في ماتش الجيش وفي ماتش أمبي الإسبوع الماضي طيب مزيدا من التفاصيل على كل التفاصيل اللي سألتكو أو كلمتكو عليها ودي تساؤلات كل الناس على السوشيال ميديا نروح لزمنا فاروق صلاح اللي متواجد حاليا في مقر إقامة النادي الأهلي عشان نعرف منه كل الجديد وكل الأخبار والميزة اللي فاروق كان موجود في مران مبارح فعنده مستجدات والنهاردة في المعسكر فشاف تفاصيل أكتر نطمئن من خلاله مساء الفل يا فاروق برحب بيك يا محمد وبرحب بكل مشاهدين يا مشاهدة ومتابعي شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان ومحمد انت طرحت كل الأسئلة اللي بتشغل بال الجماهير للنادي الأهلي اعتقد يا محمد انت كل الأسئلة اللي اتقالت على مدارة 48 ساعة انت طرحتها لكن ان شاء الله بإذن الله محمد يعني خلال تواجدي معاك ان شاء الله نرد على كل هذه التساؤلات بما يكون في مصلحة فريد النادي الأهلي طيب الكلمة معاك اتفضل وانا اسمع منك كل الجديد والناس كلها اكيد عايزة تعرف منك الأخبار الصادقة لاننا عارف في كتير كلام على السوشيال ميديا فالناس يعيني قصبا عنها بتحاول بس ايه تستنى تسمع المعلومة الرسمية من خلالنا وبالتأكيد انت قريب من كل التفاصيل فنتطمن من خلالك على الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شبير المعسكر النهاردة مين أجازة مين مريح حمد فتحي اللي انت مبارح كان لك اجتماعه والتقيت بدكتر أحمد أبو عبلا وعندك كواليس وتفاصيل حصرية يا فاروق يعني محمد خليني بس في البداية طبعا أكد لك طبعا زي ما انت أكدت على أهمية هذه المباراة مباراة سيراميكا خاصة انت بالفعل مش هتخوض أي مباراة في الدوري إلا يوم 22 أو 23 ستة الشهر القادم طبعا مع طبعا النادلية لا يخوض لقائين أمام الوداد ثم توقف له الأجندة الدولية وبالتالي مباراة اليوم هي مباراة صعبة جدا مباراة مهمة جدا وده الكلام اللي أكد عليه مستر مارسل كولر في كلامهم مع اللعبين سواء أمس أو اليوم يعني تعرف أهمية هذه المباراة بالنسبة للفريق النادلية أنك تحافظ على صدارة الدوري وخطوة مهمة جدا بيتقربك من درع الدوري كتير جدا من الجمايير انت تعرف خلاص يعني بعد مباراة سيراميكا هنبدأ نفتح مباراة الوداد والجمايير طبعا التساؤلات اللي بتطرحها جمايير النادلية محمد أكيد طبعا علشان مبارتي الوداد وخوف الجمايير طبعا النادل الأهلي إن شاء الله يكون بكامل العناصر استعدادا لي مباراة الوداد اللي تكون يوم أربعة إن شاء الله المطلع الشهر القادم أعتقد يعني الخوف أو حالة القلق اللي عند الجمايير والتساؤلات اللي الجمايير كلها بتطرحها أكيد علشان مباراة الوداد لكن برضو في نفس الوقت أكد على أهمية مباراة سيراميكا لكن خليني يا محمد نجاوب على مجموعة من التساؤلات اللي يعني الجمايير أو بتشغل بالجمايير للنادل الأهلي إزاي ما أكدنا بالأمس محمد على حمد فتحي ويعني كان ليه حديث مع الدكتور أحمد أبو عبلا اللي أكد لي على إن الأمور بالنسبة لي حمد فتحي تم إجراء فحوصات طبية وإشعة رانين بالأمس أيضا لي حمد فتحي الطمن من خلالها الدكتور أحمد أبو عبلا يعني خليني برضو عشان أوضح لك الصورة ويكون بتفاصيل أكثر كان اشتكى حمد فتحي من تقل شوية في العضلة الخلفية بعد إنتاء المران أول أمس الدكتور أحمد أبو عبلا عمل بعض الفحوصات وأشعة السنار ثم يعني بالأمس اتأكد أكتر وعمل أشعة الرانين اللي يعني ثبتت سلامة حمد فتحي وبالتالي فضل الدكتور أحمد أبو عبلا يعمله برنامج استشفائي مصغر يعني بدأ من الأمس بالجري حوالين الملعب لكن خليني أكد لك بصورة مؤكدة يا محمد جاهزية حمد فتحي للمباراة الأولى للأهل أمام الوداد وده أمر يعني زي ما أكد لنا الدكتور أحمد أبو عبلا بالنسبة أيضا لعلي لطفي ومحمد الشناوي خليني أكد لك إن شاء الله علي لطفي ومحمد الشناوي هيكونوا موجودين في التدريبات الجمعية للنادي الأهلي عقب انتهاء مباراة سيراميكا وخليني أكد لك جاهزية إن شاء الله محمد الشناوي وأيضا علي لطفي لمباراة مباراة الوداد لكن زي ما أنت عارف أن علي لطفي خارج هذه المباراة مباراة سيراميكا ولكن مصطفى شبير موجود طبعا وبأكد لك جاهزيته لهذه المباراة إلى جانب طبعا بعض الحراس الموجودين من القطاع اللي نشئي لو بنتكلم على مصطفى مخلوف وأيضا حازم جمال وأيضا بالأمس كان عاد حمز علاء ويشارك فيه المران الجماعي للنادي الأهلي فبالتالي يعني خلاص بطمينك على مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي سطفى شبير واحد من الحراس المميزين لكن الأهم طبعا أنت عارف أن مباراة الوداد بأكد لك جاهزيت محمد الشناوي وعلي لطفي لي مباراة الوداد بمشيئة الله وهينضموا للتدريبات الجماعية إن شاء الله الفريق النادي الأهلي عاقد طبعا انتهاء مباراة سيراميكا ويستنافل فريق التدريبات واستعدادة لمواجهة فريق الوداد أو اللعيبة اللي مشاركتش فيه مباراة 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 ام بي خلينا أكد لك النهاردة طبعا كان موجود في المرانة بالأمس وهي اللعيبة اللي طبعا فضل مستر مارسل كولر اللي دي فترة راحة أكتر في مباراة طلاقع الجيش بأكد لك موجود علي معلول وجود حسين الشحات بيرستاو أيضا بتكلم على عودة محمد هاني المجموعة اللعب أو مراناتية مجموعة اللعبين اللي فضل مستر مارسل كولر أنه راحة في المباراة الأكيرة بأكد لك جاهزيتهم أنه ما يكون موجودين النهاردة أعتقد يعني من اللي احنا شايفينه في المعسكر أو من التدريب بالأمسة محمد أن مستر مارسل كولر النهاردة هيعود للتشكيل الأساسي للنادر ألي مع إجراءة بعد التغييرات هتكون فيه أضيق الحدود لكن أكد لك على جاهزية لكل اللعبين أو القوامل اللي موجود مع النادي الأهلي الأهم النهاردة طبعا يا محمد أنت عارف ودي النقطة المهمة جدا اللي بيشدها لها هي مستر مارسل كولر مع اللعبين وكابتن ساد عبدالحفيز مستر مارسل كولر بيأكد على أهمية المباراة وأن احنا ضروري يعني نحرز الثلاث نقاط في هذه المباراة كابتن ساد عبدالحفيز في كلامه مع اللعبين يعني نحاول نتجنب الالتحامات أنت عارف يهمنا مهم جدا 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 في هذه المباراة أننا أتجنب حدوث الإصابات وده أمر إن شاء الله نتمنى أن ما يحدث مع العبي النادي الأهلي الأمور اللي احنا لمسينا هنا من اللعبين يا محمد تركيز تام جدا في مباراة سيراميكا لا حديث عن مباراة الوداد قبل الانتهاء من مباراة سيراميكا يوم النهاردة الفريق كان يوم اعتياد يا محمد زي ما أنت عارف نتناول لعبون واجبة الإفطار في تمام الساعة العشرة والنصف بعد قليلة تكون واجبة للغداء ثم هيكون فيه المحاضرة الفنية الميستر مارسي الكولر اللي بيكلم من خلالها على آخر التفاصيل أو آخر الأمور ومن خلالها بيعلن التشكيل ثم التوجه لإستاذ القاهرة يعني الإستاذ القاهرة اللي هو يستضيف أحداث اللقاء الأهلي والسيراميكا اللي نتمنى فيها كل التوفيق لفريق النادي الأهلي أنا موجود معاك محمد طبعا لو فيه أي استفسار أو أي تساول وأيضا ممكن أعرب لك الدنيا أكتر من جانب معسكر فريق سيراميكا أعتقد يعني يا فاروق أنت جاوبت على كل التساؤلات من مبارح للنهاردة يعني أي حد دلوقتي بيتابعنا على شاشة الأهلي هيعرف كل الأخبار المتعلقة باللعبين اللي كان فيها كلام كتير أو الجمهور الآن وخايف فأنا بشكرك يا فاروق على تعاونك ووصولك للتفاصيل الخاصة بجاهزية الفريق خلال الفترة جاية قبل خود مباراة سيراميكا اليوم ولكن آخر السؤال المتعلق بفريق سيراميكا كليوبترة حصل تعديل في الجهاز الفني تولى الكابتن حلم طولان مدرب قدير لتاريخ كبير فريق سيراميكا يمكن مسك الفريق في المباراة اللي فاتت أعتقد خسر والنهاردة المباراة التانية للكابتن حلم طولان مع سيراميكا يعني مباراة سيراميكا مع الآلي برضو شايف استعدادات سيراميكا لمواجهة الآلي بما أنك برضو عندك كواليس مع الفرق المنافسة وممكن تقول لنا سيراميكا ممكن بيحضر إزاي لمواجهة الآلي يعني خلينا أقولك نديد طبعا دي هتكون يا محمد تاني مباراة للكابتن حلم طولان مع فريق سيراميكا بعد تولي القيادة في المباراة الأولى كانت أمام فيوتشر من قوة وخطورة للنادي الأهلي وقال أوعى تفتكروا أن النادي الأهلي أو لعبيها يكونوا منشغلين بمباراة النهائية ده صعب يحدث لعبة النادي الأهلي مركزة أنها تنهي الدوري ودي موقتة مهمة جدا أن بعد مباراة سيراميكا يكون في المباراة النهائية لعبة الأهلي هتكون منشغلة بهذه المباراة كابتن حلم طولان أكد على أهمية المباراة وأكد على الشراسة الهجومية للنادي الأهلي وأن فريق سيراميكا ما يسيبش مساحات لفريق النادي الأهلي وخليني من خلالك محمد أقول لك وننفرد بتشكيل فريق سيراميكا لعبة الأهلي المباراة طبعا تبقى للمرام الأخير للكابتن حلم طولان وده التشكيل الأقرب بنسبة 99% لعبة الأهلي المباراة هيكون محمد بسان في حراسة المرمى هيكون قدامه الرباعي أحمد رمضان بيكم وسيف طقاء رجب نبيل وأحمد هاني اتنين في دائرة المنتصف هيكون محمد متولي كناريا ومحمد عادل قدامهم مسلس جومي مكون من ميدو جابر صلاح محسن محمد إبراهيم خلف رأس الحرب أحمد ياسر ريان ده التشكيل يا محمد ده تشكيل فريق سيراميكا للمباراة للنادي الأهلي نتمنى طبعا التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة زي ما تعرف محمد تتقم تحكيم بقيادة الكابتن محمد عادل اللي دي تعتبر تاني مباراة للكابتن محمد عادل هيدورها للنادي الأهلي بعد مباراة طلاع الجيش اللي كانت انتهت في الدور الأول بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة والتوفيق لفريق لطاقم تحكيم المباراة بقدر الكابتن محمد عادل إن يدي لكل فريق حقه وبإذن الله النادي الأهلي يعود بسلسة نقاط أغالية بإذن الله فاروه أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات والإضاحات اللي ألتهانا من مقر إقامة فريق النادي الأهلي وكل التوفية رب للأهلي النهاردة في ختم بشواره المحلي قبل الموقع الإفريقية في الأسبوع المقبل طيب نهاردة يمكن فاروه بالكلام على تشكيل سيراميكا لو تبصوا كده بس للجانب الهجومي ميدو جابر صلاح محسن محمد إبراهيم أحمد ياسر ريان يعني خط هجوم قوي جدا وفيهم عناصر لعبة في الأهلي وعناصر هجومية مميزة جدا فعشان كده النهاردة هي مباراة صعبة وأنا شايفها بصراحة تجربة قوية جدا قبل خود مباراة الوداء طيب نروح معلل الملف التاني وأنا والله قدر الإمكان بحاول يعني أبعد عن الملف ده كل فترة يعني بس أنا كل ما أبعد كل ما هم بيقربوا كل ما بحبش أتكلم كل ما هم بيعملوا حاجة عشان نتكلم يعني عشان بس الناس ما تحسش اللي احنا مستقصدين التحكيم أو لجنة الحكام أو المباراة بس ممكن تكون بتخص الأهلي فمش هنتكلم عليها حاجة تانية لا احنا بنتكلم على المنظومة بشكل عام ولكن هو حظكم عاية كل ما بحاول أبعد عن ملف التحكيم لازم تحصل حاجة تخلينا وتكبرنا على اللي احنا نتكلم في ملف التحكيم إنباطش امبارح MPP Live Feature في دور الستاشر في كأس مصر طبعا دور الستاشر بتقنية الفيديو بتقنية الفار لأن البداية كانت فيه مطش تاني مؤجل من دور الـ 32 فالناس كانت مستغربة إزاي ده بدون فار وده في فار فلا ده 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 هو الاتحاد عامل كده يعني أو بناء على طلب لجنة الحكام بالمناسبة عشان مظلمش مجلس دارة الاتحاد هو اللجنة اللي كانت طالبة كده إن دور الـ 32 يتلعب بدون فار عشان يدوا عناصر الصغيرة أو الحكام الصعادين فرصة أنهم ما يلعب ولكن طائم الحكام اللي أدار مباراة امبي وفيتشار بالأمس حكم ساحة الكابتن نادر أمر الدولة وده أدار مباراة على فكرة أكتر من حكام الدوليين ما علينا إهاب فخري مساعد أول أحمد زيدان مساعد تاني سامي حسين حكم رابع محمد سلامة ميدو حكم فار ومساعد فار أحمد جابر طيب ده حكام مباراة امبي مش هكلم بقى على فكرة موصوات جينيس للأرقام القياسية واللي احنا مباراة لعبنا 3 ساعات ونص يعني ان برح المباراة يعني دغلت موصوات الأرقام القياسية بدأت مساء الأحد انتهت قبل ساعات قليلة كده من فجر يوم الاثنين ما تسألش ازاي ولكن ده اللي حصل بل كمال حصل حاجة غريبة جدا ده قبل ما خش في سياق الموضوع ده قولي ده وسأنا لسه ايه يعني ايه بدردش معاكم قبل ما دخل في سياق الموضوع كان فيه وقت ضايا أو المباراة وقفت شوية بسبب مشكلة في تقنية الفيديو وكان الحكم الفار استدعى حكم الملعب فلما استدعى جي يبص على اللعبة الفار كان فيه مشكلة أو الشاشة فيها مشكلة بس طلما تم الاستدعى خلاص لازم الحكم يبص على الحالة ما فيش حاجة اسمها الفار مش شغال فبالتالي انا مش أبص على الحالة طالما تم الاستدعى اللازم يبص على الحالة فده مباراة ابقى هل الخمسة وعشرين دقيقة دي وقت بضWhite ضايع لا مش وقت بضل ضايع لان انا بارح سمعت الناس كتيرا بتتكلم ان ده وقت بضل ضايع يا جماعة لا هو الحكم وقف المباراة بسبب ان دي في وقعة معينة لازم يبص عليها في تقنية الفيديو وبالتالي لما التقنية تعطلت فالمطش تم ايقافه مداش وقت ضايع تم ايقافه يعني المباراة مثلا مثلا يعني ويفت عند الديها مثلا سبعين وفضلنا مثلا وقفين تلت ساعة فلما جيه يستانف هو بيستانف من الديها سبعين بس ده مش وقت ضايع هو بيكمل الوقت عشان بس الناس تبقى واخدى بالها من فكرة برضو رفع الشاشة كده ويقول لك خمسة وعشرين دي وقت ضايع طيب الحالة ما ايه اللي حصل فيها او الواقعة اللي عملت الازمة وخلت المباراة فيها مشاكل وانبي كان عايز ينسحب وحكم خط قرار انا بصراحة مش قادر اتخيل حكم بكم المباراة اللي قادرها السنة دي في الدوري والسنة اللي فاتت يخطأ هذا الخطأ الفادح بصراحة يعني مع كامل احترامي للكابتن نادر امر الدول الكورة خبطت فيه وراحت لفريق فيوتشر ودخل بهاجمة وعدة داخل منطقة الجزاء وراحت هدف يا كابتن نادر مش محتاجة فار انت احساسك الكورة خبطت فيك لمستك ولا ما لمستكش يعني الصورة بتقول انها لمستك والكورة شفناها انها غيرت اتجاهها فالمفروض انت من جواك انت شاف الكورة خبطت فيه فهلاص تأمل ايقاف للعب وتستقنف باسقاط ولكن انت ديت هدف هيقود الكورة قدامكم على الشاشة هي طبعا انت عارفين يعني الحقوق مش معنا فمش هينفع نستعرض الفيديو بتاع الحالة ولكن كلكم عارفين وشفتوها ومن برح اللي ما نشفه الكورة حتى تفرج يعني عشان يشوف ايه اللي بيحصل في استاد بيتل سبورت الكورة خبطت فيه طيب جيل كابتن محمد سلامة ميدو تبقى للبروتوكول بتاع الفار استدعى الحكم استدعى الحكم طيب هل الاستدعى دا سليم ولا مسليم اولا الاستدعى دا سليم ليه انا اشبه بقى وجهة ناظر انا سألت نص يعني محاضرين دوليين في التحكيم وناس فهم قانون قويس جدا منهم واحد او اتنين في مصر وناس من برى مصر طالما هدف لازم بروتوكول لازم حكم الفيديو يدخل ويستدعى الحكم اصل القرى اصفرت عن هدف والاهداف من ضمن البروتوكول بتاع الفار اللي نص عليه الايفاب ونا عارفين ان البروتوكول بيتكلم في حالات محددة مش من ضمنها الاسقاط ها ومش من ضمنها رامة التماس ولا استيناف اللعب سوري مش الاسقاط مش من ضمنها استيناف اللعب لكن القرى هدف ضرب الجزاء حالة طرد هوية اللاعب اللي هيخد الطرد مين كل دا البروتوكول بينص ان الفار يستدعى حكم الملعب استدعاه وكانت المفاجأة ان الكابتن نادر امر الدولة اعتبر ان مفيش خطأ حصل وحسب الكورة جون ودي بالنسبة لي وبالنسبة لايحد فهم تحكيم او بيتفرق حتى على الكورة حاجة كارثية وخطأ كبير جدا طب انا بقول لكم ده مش كلامي وانتو كمان ممكن تسمع اراءة محللين كتير تقولي الكلام ده طب ما تيجي نشوف القانون بيقول ايه المادة تسعى في القانون الكورة داخل اللعب وخارج اللعب الكورة خارج اللعب عندها انا استعرض المادة رقم تسعى من قانون الكورة بتقول ايه تجاوز الكورة بكاملها لخط المرمى او خط التماس سواء على الارض او في الهوى ايقاف اللعب من قبل الحكم تمام اذا لمست احد الحكام وبقت في ارضية الملعب لو الكورة لمست احد الحكام وبقت في ارضية الملعب وكان احد الفرقين كانت بدأ هجوما واعدا توجهت الكورة مباشرة الى المرمى انتقلت الكورة عن الفريق الذي كانت بحوزته يعني كل ده بينطبق على حالة مبارح فبالتالي الفر استدعاءه سليم وفي جميع هذه الحالات يستأنى في اللعب باسقاط الكورة فمبارح القرار اللي اتخذوا الكابتن نادر امر الدولة قرار كارثي وخطأ فادح في تطبيق القانون وقرار الفرق كان سليم بنسبة 100% طب نروح بقى للكواليس دي الوصف لحالة مبارح والقانون بيقول ايه والبروباجندة اللي حصلت مبارح شرحنا لكم ايه كواليسها وتفاصيلها طب طبعا اللي حصل بقى في التقنية والعطل ومش العطل بصراحة يعني دي حاجة بنتأسف عليها بصراحة ماينفعش الكلام دي يحصل بصراحة في المسابقات المصرية بالشكل ده ولكن نروح بقى للكواليس مبارح الكابتن توفيس سيد اخيرا اخيرا الحمد لله خرج بلسانه في صحيفة الوطن وموقع الوطن وصرح تصريح رسمي اخيرا مش مصدر رسمي ده هو اللي بنفسه صرح بس اول ما صرح قال اسمه كابتن توفيس سيد بنفسه والله هو اللي بيقول القرار بس القرار ايه لا مش ده مش اول قرار هاتوا اللي قابلها لجنة الحكام تحسيم ايوة الجدل بشأن صحة هدف في يوتشار في مرمى امبي بعد قزمة الانسحاب ده الساعة كام الساعة 11 وتلت ده اسناء المباراوية بتتلعب يعني اللجنة حتى اقول كابتن توفيس سيد ما استناش لبعد المطش ياخد رأي اللجنة او اللجنة الفنية ويطلع يقوله قرار لا ده هو طلع على طول قل وجهة نظره مش رأي اللجنة المصري ان قرار نادر امر الدولة حكم مباراوية في يوتشار وامبي صحيح باحتساب هدف بوبه في شباك النادي البترولي الكابتن توفيس سيد بيقول قرار نادر امر الدولة قرار صحيح واستدعاء الفار خاطئ تخيلوا يعني انا قاريت القانون وسألت واستفسرت الكل بلا استثناء اجمع ان قرار حكم المباراة غلط والتقنية الفيديو كابتن محمد سلام بيدو تدخل بشكل سليم طلع الكابتن توفيس سيد بيقول لك ليه لا ده قراري الحكم صح واستدعاء الفار هو اللي غلط ده الساعة 11 وتلت اسناء المباراة ويبتتلعب دون الرجوع لللجنة الفنية يعني هم بيقولش المفروض لما يطلع يتكلم ويطلع بيان توضيحي بعد المباراة او اللجنة تجتمع او عبر الواتس ايب بيجتمع وبياخدوا فوت مسلا على اللعبة ده بيحصل على فكرة في المناسبات القرية والدولية طب تعالوا بقى بعدها الساعة 12 من خلال الوطن برضو عاجل اول قرار من الجبلية تجاه حكم مباراة انبي وفيوتشر نقرأ بقى نشوف بقى ايه الخبر الاول كان الكابتن توفيس سيد هو اللي قال المرة دي بقى ايه كشف مصدر خاص بلجنة الحكام عن قرار جديد بخصوص طاقم التحكيم طيب ايه بقى هو القرار يا جماعة وشهدت المباراة لقطة مصيرة للجدل عقب احتساب حكم اللقاء هدف ورغم تقنية الفيديو انها استدعته وحصل عطل لكن الحكم اتخذ القرار مصدر في اللجنة في تصريحات خاصة للوطن قال اللجنة قررت استدعاء طاقم التحكيم للتحقيق عشان يشوفوا الاخطاء اللي وقع فيها طاقم التحكيم اثناء المباراة الخبرين عكس بعض يعني الكابتن توفيق قال الحكم قراره سليم بعد كده خرج بس من خلال مصدر اننا في تحقيق طب تعالوا بقى نعرف النهاردة ايه اللي حصل في التحقيق النهاردة طاقم التحكيم بقيادة الكابتن نادر امر الدولة والكابتن ايهاف فخر واحمد زيدان وسامح حسين ومحمد سلاماميد واحمد جابر بالكامل كانوا في اتحاد القرى وحصل تحقيق من خلال فيتر بيريرا البرتغالي مع الكابتن مجدي رز المسؤول عن تقنية الفار وما سألش وما اتكلمش في اي تفاصيل فنية اخترهم بالايقاف طاقم التحكيم بالكامل تم ايقافه طيب هل تم ايقافه حتى نهاية المسلم محدش يعرف هل تم ايقافه حتى نهاية الشهر اللي هو هيخلص بعد بقرة محدش يعرف طب هلنا اشتهم في الحالة الفنية مين المخطئ ومين اللي اجد ما عملش كده طب ما هو لو اتاقم كله اخطأ مين يعني طب ازاي يعني ازاي تاقمك حكم الفار استدعاء وحكم الملعب اصر على قراره لازم واحد فيهم غلط هل استدعاء الفار غلط لا استدعاء الفار صح طب طب لما استدعاء الفار صح بتقوف حكم الفار ليه ليه تاقم التحكيم كله توقف وبعدين اسمع اصل الايقاف ده لتهدئة الرأي العام هو كده احنا بانطور التحكيم هو كده انت بتفاهم الحكم ايه الصح وايه الغلط لا ده اخد المفاجأة التانية ده ده خلاص انا ببلغكم دلوقتي وبقول لكم خبر ان فيتر بيريرا اخطر طاقم تحكيم لقاء في يوت شروا امبي انهم مقوفين الطاقم كله مقوف ده خبر انا بقوله لحضراتكم دلوقتي بعد الاجتماع اللي تم النهاردة في الاتحاد وكان الاجتماع بحضور فيتر بيريرا ومجد رزق فقط حتى الكابت انت وفيه السيد ما حضرش نزل تحت عمل نفسه مشغول في كذا حاجة فما حضرش الاجتماع معهم لانه هو مبارح اشاد بحكم الساحة فالنهاردة بتوقف اوه حضرتك اللي صح ولا بيريرا اللي صح ولا الفار اللي غلط ولا انتو بيدروها ازاي يا جماعة الحاجة التانية ودي بقى الغريبة بالنسبة لي كابتر مجد رزق لما انه هو المسؤول عن تقنية الفيديو في لجنة الحكام عمل لقطة جميلة بعت لكل الحكام بصوا لقطة انبارح الرجل بيصلح الشاشة وتعرفش كابتر الشاشة فصل ولا القهربة اللي قطعت ولا ايه اللي حصل ما علينا لكن كابتر مجد رزق عملي بقى بعت لتلاتة وخمسين حكم اللي هم معهم رخصة تقنية الفيديو وقال لهم اعملوا تصويت دلوقتي اللعبة دي الفار اتدخل صح ولا غلط البروتوكول اتطبق صح ولا غلط وقل للقانون بيقول ايه مش تقول لي بس انت في خطأ وبس لا قل لي خطأ خطأ ليه قل لي مثلا البروتوكول الفار اتدخل طبقا للبروتوكول اتدخل صحة واتدخل ليه يعني بيطلب فوتينج او تصويت من كل الحكام العاملين ده مش كلام تصويت مع أعضاء اللجنة انا والله العزيم بحكي لكم كواليسة لذا ببسمحها وبشوفها ببقى مستغرب يعني اللجنة بتسأل الحكام رأيكم ايه في اللعبة يا جماعة ده انتوا المفروض تشرحوا للحكام انتوا المفاهيم بتشرحوها ازاي او انتوا بتاخدوا بالحكام بناء على ايه وخش بقى على الجروب دلوقتي هتلاقي كل حكم بيقولوا وجهة نظر ورأيه ومش هتلاقي مثلا الثلاثة وخمسين اللي معهم الرخصة كلهم بيجمعوا على قرار واحد طب بعد كده مين اللي هيشرح لهم الصح ومين هيشرح لهم الغلط لأ وبعد كل ده يقول لهم ايه كابتن ماجد رز اعتبروا ده امتحان انا بعملكم امتحان في البروتوكول امتحان في البروتوكول ده يا كابتن يعني امتحان في البروتوكول والله انا مش فاهم حتى معالجة الخطأ اللي حصل انبارح بتعالجوه ازاي انا مش عايزة لهم حكم انا مش عايزة لهم حكم لكن اعايزة لهم اللجنة اللي بتدير ملف التحكيم انتوا بتدروها غلط بالشكل ده والله العظيم بتدروها غلط مفيش محاضرات فيتر بريران هرده يعد مع الحكام طب ما تسمع المحادسة يعني آلف بالمحادثة مسجلة اسمحها وعاقب المخطئ لكن الطاقم كله يتعاقب ليه طب نطلع من دي نروح لحاجة تانية واحنا مش من اسبوعين اتكلمنا على وقعة زمالك والاسماعيلي والكابتن مصطفى متحت والكابتن محمد عادل وقلنا كلام كتير وقلنا المحادثة فيها ايه لا حد طلع قال لنا انتو غلط ده الصح حصل كذا ولا حد طلع حتى تكرم عليه وقال لنا انتو صح لقد النهاردة انا بلاقي الكابتن محمد عادل بص بس انا اقول لكم دلوقتي المباراة النهاردة اللي هو هيدرها مباراة الاهلي وسيراميكا كابتن محمد عادل النهاردة بيدير مباراة الاهلي وسيراميكا كليوبطرة ومعاك كابتن حسام عزب حجاج برضو الموضوع الرؤية متغيرة يا جماعة المفروض يا جماعة لما كابتن محمد عادل يكون حكم الساحة هاته حكم خبرة معاه معنا من النهاردة مش عايز يحصل نفس اللي حصل في مطش الزمالك والاسماعيلي اللي لغاية دلوقتي لاجمة حكام يبقى بالتالي بقى مين اللي كان غلطان مصطفى متحت بس مصطفى متحت استدعى كابتن محمد عادل والمساعد استدعى كابتن محمد عادل فانت مقدرتش على الكابتن عادل فقدرت على مصطفى طيب النهاردة كابتن محمد عادل دي تالت مباراة بيديرها كان قدار الاسماعيلي والاهلي في الاسبوع الاول كان قدار مباراة الاهلي وطلاع الجيش ودي المباراة التالتة اللي بيديرها للاهلي طبعا لأن الأهل يعني لعب مع كابتن محمد عادل حوالي ثلاث مباراة مباراة الإسماعيلي مباراة الجيش ودي المباراة الثالثة النهاردة اللي بيدرها مع النادي الأهل ولكن كنت أتمنى أن يكون في حكم خبرة أكتر في تقنية الفتش عموما قلنا لحضركم القرار اللي صدر بخصوص طاقم التحكيم اللي أدار لقاء في يوتشر وإنبي وفي الكواليس ماذا حدث واليوم في اتحاد الكرة ماذا حدث من لجنة الحكام وماذا تحدث أو كيف تحدث الكابتن ماجد ريزي مع الحكام في مسألة التصويت على القرار اللي اتخذ بالأمس مين بقى يشرى الحكام مين الصح ومين الغلط والبروتوكول بيتطبع صح ولا غلط أدي وقعة ووقعة الكابتن يشام الفلال في مباراة المحلة وبيراميدز في استاد المحلة فيه وقاعة كتيرة جدا مش عارف أنا خايف في يوم وأنا معاكم ألاقي القرار طلع من الأيفاب سلبي تجاه تقنية الفيجلو بتتطبق في مصر لأن بصراحة يسأل في هذا أو يسأل في ذلك لجنة الحكام بالاتحاد المصري وصمت الاتحاد على كل هذه المشاكل اللي ظهر للرأي العام وللأسف فيه صمت على كل هذه الأخطاء نخرج لفاصل وبعد الفاصل نروح لآخر أخبار الترند والنهاردة عندنا كلام مهم جدا بالذات كمان في ترند الأهلي طيب نبدأ مع بعض بترند الأهلي ونشوف ترند الأهلي فيه إيه لأن فيه تفاصيل مهمة جدا هنتكلم فيها أولا حساب يلا قرار النهاردة بيتكلم على التشكيل المتوقع اللي ممكن يخد بالأهل مواجهة اليوم أمام سيراميكا كيليوباترا كان معنا فاروق وتكلم على عودة بعض العناصر في قايمة الفرين النهاردة أبرزهم بالتأكيد عودة معلول وهاني واستمرار أفشة تشكيل الأهل المتوقع مصطفى شبير في حراسة المرمى محمد هاني بيعود لمركز الظاهير الأيمن بعد مشاركة خالد عبد الفتاح المباراة سابقة محمود متولي عبد المنعم عالم علول أيضا بيعود بعد مشاركة محمد أشرف في المباراة سابقة بدينا له عمر السلية آليو ديانج مروان عطية في وسط الملعب مروان عطية بالتأكيد من العناصر المهمة جدا في الفترة اللي جاية معهم كمان أفشة عفوا أحمد عبد القادر قهربة أو محمد شريف ولكن ده تأكيدا على فكرة أن قهربة كمان النهاردة موجود في قيمة الفريق بعد ما تم إرحته في المباراة قبل السابقة طيب نروح لحساب كورة إليفن وبدأنا بقى إيه نخرج في إطار الإغراءات للمدير الفني بعد ما كان فيه كلام كتير جدا على الصفقات اللي ممكن تتيجي للعيبة لا بقى الكلام متعلق بكولر اللي لسه مخلص أول موسم ليه مع النادي الأهلي على فكرة للتصدي من إغراءات الخليج الأهلي يتخذ قرار عاجل بقيادة الخطيب من أجل تجديد عقد مارسل كولر التفاصيل بتقول إيه؟ إن كولر مرتبط بتعاقد مع الأهلي حتى صيف 20-24 وبالتالي الراجل لسه كمان مستمر مع الأهلي سنة تانية لكن في التقارير بتقول إن الأهلي يرغب في تجديد تعاقد المدرب في ظل إن فيه عروض بتيجي لكولر في الفترة الأخيرة لسه بادر على الكلام ده وأنا بأكد لكم إن الكلام ده في تفاصيل كتير غلط الأهلي مركز في الفترة اللي جاية وكولر أصلا بيحاول يعمل تاريخ جديد مع الأهلي راجل لسه يعني بيحاول يعمل حاجة آقا فاس بـ 2 سوبر و 1 كاس ولكن الهدف الأسمى والأهم دور أبطال إفريقيا والدور العام فإن شاء الله بإذن الله راجل مستمر مع الأهله لسه باقي سنة في عقده تخلص المرحلة الأولى ويبدأ التركيز على المرحلة اللي جاية ملعب القاهرة 24 خبر متعلق بعلي لطفي تطور جديد بشأن موقف علي لطفي من نهاء دور أبطال إفريقيا أمام الوداد ودي لها تفاصيل مهمة لعلاقة بيتحسن حالة علي لطفي بعد إصابته في العضلة الخلفية علي بدأ يستجيب بشكل جيد للعلاج والبرنامج التأهيلي والعلاج المكسف يعني إن شاء الله أصفر عن إن اللاعب يكون جاهز ابتداء من بكرة للتدريبات الجمعية وبغض النظر عن هذه الأخبار طبقا للمصادر زمنا فروس صلاح قال كلام مهم جدا بخصوص جاهزية الشناوي عودة عالي لطفي للتدريبات من بكرة نهاردة مصطفى شبير موجود في المعسكر وموجود في مباراة سيراميكا كيليوبطرة وبالتالي إن شاء الله ما فيش أي قلق خلال الفترة اللي جاية آخر حاجة في تريند الأهلي كورا بلس وصفقة ممكن تنضم للأهلي تبقى للمصادر اللي صرحت لكورا بلس ولكن هل تفاوض الأهلي مع حمزة هانوري لاعب الفتح الرباطي رئيس الفتح الرباطي بيكشف التفاصيل في تصرحات خاصة لكورا بلس تحدث حمزة الحجاوي رئيس نادي الفتح الرباطي وقال إن الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات في الآلي تواصل معاه في يناير الماضي وسألوا عن المتطلبات المالية لللاعب حمزة هانوري حمزة متعاقد مع الفتح الرباطي ثلاث سنوات ولسه دي السنة الأولى ولو الأهلي فكر فيه أو فيه عرض يبقى يكون بنهاية الموصل هل ممكن يبقى فيه عرض؟ الراجل قال ليس لدينا مانع من الانتقال ولكن الأهلي لسه ما تكلمش معنا وآخر مرة تكلم معنا كان في يناير وأنا أكد لكم لسه الملف ده في تفاصيل كتيرة لأن في ترشحات بتيجي بخصوص مركز رأس الحربة ويبقى فيه اجتماع مع كولر الفترة اللي جاية عقب مباريات أفريقيا وقرب الحصول على الدوري أو حسم الدوري عشان تبدأ تتحضر للملف اللي جاية أو الملفات اللي جاية ويبقى فيه أسماء مرشحة قدامك ساعتها كولر هيبدأ يختار مين الأعرب، مين الأفضل التفاصيل المالية، الاتفاقات كل ده هيبقى لسه ليه كلام كتير أول فترة جاية فالكلام دلوقتي سابق الأوانه فممكن مثلا حمزة ودوري يكون من ضمن الأسماء المرشحة بس ممكن ترتيبه بالنسبة لكولر تلاتة، أربعة، خمسة فالكلام مش هناخده بشكل رسمي وهنأجل الحديث فيه لغاية لما نخلص الموسيقى طيب، الترند العالمي والبداية بتريزيجي كورا بلاس نقل خبر من صحيفة فانا تيك التركية واللي قالت ان محمود حسن تريزيجي بعد تلقي عروضا من دوريات عربية هل هيبقى في ترابزون سبورت ولا عيرحل الصحيفة قالت ان تريزيجي مستمر في صفوف ترابزون سبورت بعد تلقي عروضا من دوريات عربية ولن يرحل إلا إذا وصل عرض مغري للنادي فتريزيجي حتى الآن مكمل فيه الدوري التركي طيب، نروح كمان لحساب تشيلسي وحساب تشيلسي الإنجليزي على تويتر بيقوله رسميا تشيلسي يعلن تولي ماريسيو بيتشتينيو تدريب الفريق بعقد المدة عامين بدأت تشيلسي التحضير للموسم اللي جاي وأعلن التعاقد مع مدرب جديد طبعا ماريسيو بيتشتينيو مدرب معروف اشتغل قبل كده ميسك توتنهام في فترة من الفترات فخلاص تعاقد رسميا مع تشيلسي خلال الفترة اللي جاي طيب، حساب بطلات بيتكلمه على كريستيانو رونالدو وقال إنه كريستيانو على رأس قيمة البرتغال لمواجهتي البوسنة وأيسلندا في تصفيات اليورو عشرين أربعة وعشرين البعض يعتقد إنه خلاص كريستيانو ممكن يكون اعتزل دوليا بعد انتقاله للخليج العربي واللعب في النصر السعودي ولكن البرتغال لن تستغنى عن خدمات كريستيانو وبالتالي هيكون على رأس القيمة المستدعاء للمنتخب البرتغالي في أجندة ديونيو اللي جاي عندهم مباراتين في التصفيات اليورو هيلعون مع البوسنة ومع أيسلندا طيب، مرور الحساب يلا كورا ورئيس نابولي بيتكلم على سباليتي المدير الفن اللي أحرز مع نابولي الدوري الإيطالي هذا العام طبعا ده لو في مصر أو في أي دولة إفريقية أو عربية رجل فاس بالدوري أكيد هيجدد، لا أوريليو دي لارونتس رئيس نابولي قال سباليتي أصبح حرا عندما يأتي إليك أحدهم ويقول إنه فعل كل ما في وسعه وانتهت حقبة من حياته وأنه يفضل قضاء عام أجازة ماذا يمكنني أن أفعل؟ هل أعرضه؟ الرجل طالب أجازة فاس بالدوري ومش عايز يكمل عايز ياخد أجازة شايف إن الفاس بالدوري مع نابولي ده قمة الطموح اللي ممكن يحقق سباليتي حاليا مع نابولي فطالب أجازة فبالتالي رئيس النادي ما قدرش يعارض ده وبيتعاقد مع مدير فني جديد في ثقافة مختلفة على فكرة حتى لو تفتكروا في فرنسا كمان لما إميجا كي فاس بكاس العالم مع فرنسا في 98 عتازة للتدريب لكن الثقافة دي مش موجودة أكتر أو مش موجودة حتى في القرى العربية أو الإفريقية طيب ملعب القرار 24 بيتكلمه على كريم بن زيمة وبيقوله بعد عرض السعودية الضخم هل ممكن يفكر كريم بن زيمة في الرحيل عن ريال مدريد تقارير صحفية قالت أن فيه عرض ضخم جدا وصل لكريم بن زيمة لللعب في المملكة العربية السعودية صحيفة ريليفيو الأسبانية قالت أن كريم بيفكر في الرحيل عن الريال ولكن هل ممكن يفكر في اللعب في السعودية هنشوف في الفترة الجاية العرض على فكرة هيمنح كريم بن زيمة 200 مليون يورو سنوية بالإضافة لحقوق الصور والادعايات السعودية عايزة تجيب كريم بن زيمة وعايزة تجيب ميسي والأشقاء في المملكة بيعملوا شغل كبير جدا وحتى كمان راموس نجميريا المدريد ديماريا يعني فيه تسويق بيعملوا من خلال دور المحترفين كنوع من التسويق اللي ممكن يتم الفترة الجاية بس ده مش على المستوى الأوروبي بس ده حتى على المستوى الإفريقي يعني فيه أحداث إفريقية الفترة الجاية هتنظمها المملكة مش هقولها دلوقتي خلوها في وقتها هنعلوم كل التفاصيل المتعلقة الأحداث الإفريقية اللي هتبقى في المملكة العربية السعودية خلال الفترة اللي جاي عشان وقتنا نروح بسرعة للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة السيراميكا والأهلي وممكن مين يحرز الأهداف أستاذ سامير بيقول إن شاء الله 0-3 يا أكيد بيقول للأهلي طبعا يعني أنا وقالش مين بس أكيد ينصد الأهلي طبعا إنية واضحة يعني أبو إياد بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير يا أستاذ محمد إن شاء الله النادي الأهلي هيفوز بالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي وأفريقيا إن شاء الله واللي هجيب اللي جوان محمد شريف الماشي نروح كمان للأستاذ ميرفت بيقول 0-2 للأهلي إن شاء الله كمان أستاذ يوسف بيقول 3-0 للأهلي شريف كهرباء أفش نشوف كمان رأي أستاذ سامح بيقول إن شاء الله الفوز للأهلي أربع أهداف تاو الشحات السلية تدول 3-4 مين ولا حد منهم هجيب جون تاني نكسب بس إن شاء الله و3 نقاط مهمة بإذن الله أستاذ أشرف طوفيه وآخر تعليم معايا بيقول إن شاء الله الأهلي هيكسب 2-0 طيب دي كانت المشاركات والسؤال اللي طرحناها في بداية الحلقة والناس كلها متفقلة ومتوقعة خير إن شاء الله للفترة اللي جاية نكسب ناخد الثلاث نقاط يا حبازة طبعا لو فيه أهداف كل الأمور ده هتكون إيجابية ومهمة جدا للأهلي خلال الفترة اللي جاية ولكن ربنا يوفق الفرين النهاردة هي المحطة الأخيرة والانطباع الأخير قبل الاستعداد لنهاء دور أبطال إفريقيا فربنا يوفق الفرين النهاردة تخرج المباراة بشكل جيد وقبل النتيجة والأداء اللعيبة كلها تخرج سليمة ما يكونش الحمد يعني لقدر الله فيه أي إصابات عشان المرحلة الجاية مش مستحملة لقدر الله إصابة أي لعب بتشوف السوشيال ميديا لما بتسمع بس إن اللعيب جاب عن التمرين لمجرد بس الراحة الناس بتبقى الآن فربنا يكرم الفترة الجاية وتعد على خير ونختتم الموسم بشكل جيد جدا لأن السنة دي الأهلي بصراحة تعب واكتهد واشتغل والكل بينجح والكل بيشتغل عشان ينجح في ختام هذا الموسم في الختام كمان أنا بشكركم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا بإذن الله أنا ألطقي وحلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء